اللي كابتين قاله، الكلام اللي قاله كابتين عمرو وانت كمّلت عليه بس عايز ضيفه عليّ حاجة تانية هلالككابتيناً عندنا مشكلة في القوالة واضحة أنتوا دايما بتسمعوا الجملة دي أكيد مننا كلنا في مشكلة في جودة اللعبين في مشكلة في جودة اللعبين وكلام اللي بيقوله الكابتن عمر من شوية ده هو بيتكلم على أسيات زي بتنط وزي بتشتغل وزي بتتحرك أسيات ديت احنا بنتكلم حتى الأسماء اللي قالها الكابتن عمر دول اللعيبة الدوليين دول اللعيبة النطقة مصر يعني دول الصفوة بتاع كل مركز صحيح احنا عندنا مشكلة كبيرة أو كده أنا بسألك في مشكلة كبيرة أو كده والله أنا بيصعب علي اللي نطلع أقولك كده على اللعيبة لكن دي حقيقة لأن فعلاً الكابتن عمر هو بيتكلم رجعني لزمان يعني احنا عندنا أسيات في المدافع يقولك إيه رأس الحربة ما يستلمش طب لو استلم ما يلفش طب لو لف ما يرقص لو عمل كل دول يبقى أنت مش مدافع أصلا فهو بيتكلم وانا الحاجات دي احنا ده خدناها وإحنا صغيرين طبيعي رأس الحربة ما يستلمش ريحت الدنيا بدل وقطعت قابله دي حاجة كويس ما قطعتش قابله لما يستلم ما يلف لكش طب إحنا النهاردة بنشوف الفراودة بتستلمه وبتلفه ثاني حاجة كور العرضية كلها العالية اللي بتيجي على أهلي وزمانك وخصوان كبان على منتخب مصر كل مدافعين الدور المصري كانت لهم عندهم مشكلة كابتن رهيبة بيبصوا على اللي برفع الأوفر وينصر اللي رأس الحرب اللي معه عشان كده تلاقي الفراودة بتخطف المدافعين صح ففيه فيه مشكلة كبيرة جدا أنا شايف شغل الانديفيدول الحاجات الفردية ما بناش نشتغلها كثير احنا بقنا نشتغل يعني المدربين عموما حتى في قطعات الناشئين بتشتغل تكتك عموما على فريق كامل لكن مفيش زي زي زمانة تتخصصية لا مفيش تخصصية مارسي كورو الكلمة عالكوصة دي يا مارسي كورو في المتارسة في قلك أنا ما عنديش وقت أشتغل على اللعيبة فرديا يعني التطوير اللعب مفردين يا بلعب كل ثلاثة يام ماتش بلعيح يوم بشتغل يومين البعض وبلعب اليوم يعني أنا لو بعد التماريد من ربع ساعة جبت المدفعين وقفتهم وأفر من هنا وأفر من هنا يطلعوا من تمان يعكس الآية مش بنفخم إن إحنا كنا سردباكات أفزاز يعني حاجة فظيعة يعني كابتان عمر حديد لا أقول على حاجة أنا أقول إن أنت كنت مدفع فجل ما فيش ليه السردباكات ما فيش سردباك في الدور الممتاز بيلعب مواجه يطلع يفتع عيني غير الوينش أقول لك الحاجة كسر ملخير محمد كله بالجنب حسام عبد بن جيد رغم طوله بالجنب عبد غني بالجنب ياسر بالجنب ياسر باخد الخبطة هنا من الأقوى اللي جاي متحدك وبيعمل السلم وبيعمل التكوف ولا اللي بياخد في السبات ياسر اللي خد الخبطة ياسر اللي تخبط لا وحاجة تانية قابت المدافعين برضو إضافها تانية إن المدافع النهاردة هو بطلع الكرة اللي كابتن عمرو بيتكلم عنها للمواجهة دي أنت قدامك الملعب كله تطلع فيه لكن رأس الحربة يستلم إما إذا حلقها للي جاي فهو عنده تارجت أو اتنين أنت عندك شهر يتلعب فيه ومع ذلك زي ما كابتن عمرو بتكلم أخطاء كبيرة جدا تقدمتك خصويا مش هتكلفك كتير حتى لو هي مش في ملعب زي ما كارين بيقول ممكن تبعها الصبورة لو بالشرح لو هتاخد منها نسبة 20% أو مش هتمش هتمش هتما فيش خارج ليه أنا من الناس اللي بيحب روم ربيعة عمرك ما تكون يعني النهاردة في مرات الزمالك وفي مرات الأهلي مرات الأهلي مع الداخلية ومرات زمالك مع أمبي أنت بتعمل الربط لازم وإنت شغال في الملعب بتفكر الله يمسي بالخير والدوصة حكبتن أنور سلامة كان يقولي لازم تشغل دماغك كتير بمعنى النهاردة أنت بتفكر الراجل استلم بتاع الداخلية وهيعمل أسست بينه وبين الفيرود لو خدت خطوة الاتنين أوف سايت بس أنت آخر واحد في الملعب الرابط اللي ما بينك وما بين علي ما علوه رابط بينك ومحمد هيني لازم يكون حاضر النهاردة عبد المجيد وساب فتوح قطع من وراه فيرود أمبي لو عبد المجيد خط خاروة خطوة واحدة أوف سايت حبة حاجات بسيطة هل أنت تعلمت من الموقف بقت خبرات بالنسبة لك ما هو الخطأ خبرة أنت بتتعلم عشان ما تكررش الخطأ أقول لك حاجة بصراحة وأنا مشوف الموقف ده بيتكرر بعد كده عادي عادي جدا حاجة بتعلم حاجة بتعلم يبقى أنا بقول إيه كنا بنعمل حاجة زمان برضو إحنا مش هنفخم نفسنا إن إحنا الأمبراطورات نعود مع بعض ملناش دعوة هم مش فايقين الفراو ده نص الملعب مش مقادة حقيق إحنا خلينا في اللي إحنا فيه نركز إحنا وصل بينا في التسعينات مرمى كابتن شوبير 18 مباراة شبكة عزراء بالرهان بقى يوسف وكمونة نوبي الدهب مشير وآيوب شرف وبرهيم سعيد حسام غالي وكمونة أيا كان من اللي بيلعب إحنا كلنا برا بنتمنى إن الكريم يبقى كويس فأنا زي ما الحارس وكان معك كابتن طريق سليمان عندي تحفظات معينة هقولها للحارس بتاعي وأنا نازل أأم ميل على كريم ذكر كريم خلي بالك من دي لو عملتها يبقى أنت كانت هايل 90% بس يدينه نقصاك ده الواجبه الواجب اللي لي عندي هيخش بقى المدير الفني يقوله هو هيكون عنده بتاع سماعان الموقف أنا هعمل كذا أنا عارف يبقى أنا سهلت على نفسي وسهلت عليه إنه ما يسمع النبض ما تبقى الصدمة بالنسباله عشان يعيد من جديد ويفضل في تركيزه زي ما هو